من دريم والخبر السعيد إلى شرم الشيخ التي تحاول أيضا أن تستعيد قدر من العافية في السياحة كاميرا مصر في يوم قضة يوم هناك على أحد مراكب الغوص وجاءت بهذه الصور نشاهد شرم الشيخ واحدة من أفضل أماكن ممارسة الرياضة المائية في البحر الأحمر فبالإضافة إلى رياضة الغطس يمكنك أن تمارس رياضة مائية مثيرة والانطلاق على متن المركب في الصباح الباكر عشاء كاميرا مصر في يوم يوما كاملا على متن هذا المركب لمشاهدة هذه الأجواء الممتعة مع مدرب الغطس الرحلات البحرية في شرم الشيخ متعددة منها رحلات السفاري وده حاجة احنا متخصصين فيها وفيه الرحلات الديلة إذا حضرتك راكب عليها لتطلع اليوم كامل من الصبح لحد نص اليوم من حتى مساعة صبح لحد الساعة أربعة لحد الساعة واحدة ومن واحدة ونص بنتطلع لساعة خمسة يومين احنا بنعمل البروغرام عندنا بنوح راس محمد بنعمل السابمرين بقى كيف نرجع على مرسى غزلان التجربة مثيرة في أنك تقفز من أعلى المركب لتختص حتى تشاهد الشعاب المرجانية وأجمل أنواع الأسماك طبعاً احنا عندنا الشعب المرجانية اللي هنا كلها ديت طبعاً حية الشعب ديت كله أربعة سنين بتنم واحد مليمتر بس بمجرد ما احنا بنوح على الشعب الشعب بتموت وبنفكر التوازن البيه للبحر شرم الشيخ بحرها جميل وهذه الرحلات البحرية ممتعة للغاية وأأتي سنوياً للي استمتاعي بهذه الرحلات لقد استمتعت كثيراً بهذا اليوم وهذه أول تجربة في هذه الرحلات البحرية ولكن لها ليست الأخيرة هذه الرحلات البحرية يأتي من أجلها أكبر عدد من السياح من كل أنحاء العالم مما يحسن الدخل المصري